ليا بيعتقد الكثير انه حركة النجوم والكواكب تأثير كبير على حياة الاشخاص اليومية وعلى حظهم مع العلم انه هنا ما بيعرفوا شو برجون الشمسي او الحقيقي وطالعون كثير من الادوات والطرق فينا نحنا نعرف ونحدد الابراج الفلكية يا ليا يلي بينتمي لالانسان لحتى نعرف اكتر عن صفات موليد كل شهر وشو الفرق بين الابراج الغربية والعربية اليوم بصرنا الرحب بالمدام غاليا بكفلاوي اخصائية علم فلاك صباح الخير مدام صباح الوالد اهلا وسهلا فيكي وكل عام وانتي بخير وانتو بألف خير يا رب اهلا وسهلا فيكي بالبداية دائما بيقول كيف نعرف نحنا برجنا الحقيقي بيقولوا انه نحنا مو دائما البرج اللي نحنا منولد فيه مثلا الشهر اللي نحنا منولد فيه بيحددنا برجنا ولكن عنا برج تاني طالع تاني مباري خيئ انت دكتوروين على ايه تمام هلا الانسان هو مجموع من الصفات اكيد البشر كله مو 12 نمط يعني بالتأكيد يعني مو 12 برج يعني فيه كتير تراسات بلشت بالبرج العربي قبل ما كانوا يوثقوا تاريخ الميلاد فكانوا يعتمدوا بالابراج على الاسم واسم الام هذا هو البرج العربي وفيه طبعا لكل حرف قيمة عددية فيه عملية حسابية يستخرجوا منها البرج هاي بما يخص البرج العربي يعني سابقا قديما بحسب العلم الحديث لا اختلف لانه هلأ صار فيه توثيق لتاريخ الميلاد وبدقة كتير يعني حتى انه مو بس اليوم والشهر والسنة حتى ساعة الميلاد صار واحد يعرف اي ساعة هو خلقان يعني وبأي بلد فهون فين نستخرج الطالع نحنا فشوفي ادي عم ينضاف ع شخصية كل واحد ما يميز عن الاخر يعني عنده برجو العربي اذا حاب يعتمدو عنده برجو الغربي الشمسي يلي نحنا بنعتمدو من خلال تاريخ الميلاد الواضح والصريح والطالع او البرج الصاعد يلي هو يعتمد على ساعة الميلاد فهو مجموعة من الصفات مجموعة من المكونات كلها بتخلق انسان ما بيشبه تاني النهائي لانه الطالع حتى بيفرق بين شخص واخر يعني بالدقائق بيفرق الطالع يعني الطالع بيتغير بساعتين تقريباً بطوائيت وباليوم الواحد يعني كان طالع بيمر علينا لاشخاص من نفس يوم الميلاد يعني بيقلك انا نفس يوم ميلاده بس ما بشبهه ما بشبهه امداً ما بشبهه انا طبعاً لانه الطالع يختلف لانه برجو الصيني يختلف البيئة تختلف كمان هاي شغلة كتير مهمة بس بحب اقول شغلة انه الطالع حتى يختلف بين الدول يعني المولود مثلاً عنا غير المولود مثلاً باليابان لانه ساعة الميلاد بتختلف تماماً ساعة يعني وقوع الشمس بساعة الميلاد اللي هي بتحدد الطالع تختلف بحكم الفترة الزمنية المختلفة بين البلاد فمنلاقي الاختلافات بين الاشخاص حتى من اصحاب البرج الواحد بيكونوا بهي الشكل نعم مادام غاليا يعني دائماً من اسمعك او من تابعك بتقولي انه الاكتر حظ والاقل حظ خلينا نتعرف انه ليش دائماً في تصنيف كل يوم انه شي منيح وشي لا وممكن تختلف اقاويل بين اخصائيين مختلفين ممكن حضرتك تقولي اليوم كتير منيح لبرج العقرب فرضاً غيرك يقول اليوم لا سيء على اي اساس بتبنا هاي الاصاص بما يخص الحظوظ اليومية اللي منسمعك اليوم الناس بيحبوا يسمعوها ليسمعوا كلمة حلوة او يتفاقلوا او هيك بما يخصي منعتمد فيها على حركة القمر تحديداً يعني دون الكواكب السقيلة التانية او الكواكب السريع حركة الامر هي اللي بتحددنا الابراج اليومية والامر طبعاً دائماً بيبقى بكل برج من 50 ل 52 ساعة يعني يومين يومين وشوي فهي هي اللي وقت بيكون الامر بيوضع معاكس او مواجه بتكون الامور متوترة او ما كتير مبيحة فهي كواكب ايجابية كوكب مال او هاي بنحكي عن تفاصيل اليومية نحنا يعني يلا انت كتير احياناً تصحي الصبح ما بيكون صار معك اي شيء اطلاقاً بتحسي حالك متضايقة ما يبعتي السبب صح يعني بتفئي بتقولي لهيك هاي حالة انه انا مبسوطة انا مالي مبسوطة انا قلبي قابضني انا هيك حاسة حالي فرش هذا كله حركة الامر اللي بتحكم فيه ما هذا الاحداث اللي بتصير مع الانسان اثناء الاشهور او اثناء الاسابيع حسب اختلاف توضع الكواكب او حركته او مسار ونرجع منذكر انه ممكن يكون موليد برج محدد بتقوله انه منيح ولكن بتختلف كمان من شخص لتاني ما فينا نحنا نشمل كل شيء هذا العمل تحديدا ما فينا كتير نحنا نخوض بتفاصيله ونحنا عبر وسيلة اعلام سواء كانت شاشة تلفزيونية او راديو او لانه كل انسان له خارطة فلكية خاصة اكيد وحتى الاحداث الفلكية اللي عم بتدور حولينا خلينا نقول سنة اكيد يعني تابعنا القمر العملاق اكيد تابعنا القمر الجديد اكيد تابعنا هدول الشهوب ايضا احنا نترك قبع عبر التلسكوبات ويمكن القمر العملاق قدرنا نشوفه بالعين المجردة اديش بيعكس ايضا على شخصية الشخص وعلى طالعه يعني هيدا الفكرة انت دك تطحيل ليها تطحير فيه شي اسمه البرج القمري تماما يعني الابراج الشمسية هي الابراج اللي كنا منعتمدها طبع من الحمل للحوت هاي اللي ضم الزودياك اللي بيكون فيه فترات محددة لك البرج البرج القمري طريقة حسابه تختلف تماما وهاي بتطلع كتير فيها خصوصية للشخص او بتعطيه صفات وبتعطيه سيمات مختلفة عن الاخرين طبعا لكل سنة فيه بشكل سريع لكل سنة فيه رقم معين لكل شهر ليون بالشهر هذا كله بينجمع وإله طريقة حسابية بتستخرجي البرج القمري شو يعني البرج القمري يعني القمر وين كان موجود ساعة الميلاد فأنت كشخص عندك برج شمسي اللي هو البرج القمري ويقال انه هو البرج الفلكي الحقيقي اللي بيتحكم بسلوكك اللي بيتحكم بمشاعرك مثل ما قلنا ما يولك طريقة تعاملك مع الاخرين الطالع اللي هو كل ما يبدو للاخرين شو الطالع كل شي انا بشوفك فيه يعني هو الظاهر الطالع هو الظاهر او البرج الصعب يعني هو سلوكك البرجي الحقيقي هو طبعك الداخلي وردة فعلك ردة الفعل الحقيقي تمام فتخيلي انه كل هدول بيعملوا شخص واحد قدي بدي يكون مختلفين عن بعض الأشخاص يعني هاي طبعا اذا ما حسبنا الرقم اذا ما حسبنا البرج الصيني ايضا يلي بيدخل له من التصنيفات فالناس تختلف بالأبراج ما في حدا متل حدا وفي خارطة فلكية خاصة لكل شخص بتحدد شو هو شو ممكن يصير معه بما انه عم نحكي عن صفات خلينا نفوت بصفات كل برج ونحكي بالعموم شو هي صفات كل برج منبلش بالحمال منبلش بالحمال للشخص المتحدي الحمل لا يمكن لا يمكن يعيش الحياة بدون قضية عم يتحدى فيها محارب هو شخص محارب مقاتل وناجح بس ما قيادي قيادي وناجح وانا بشوفه عسكري اكتر ما يكون اداري يعني قراراته قوية حازمة عفوية وممكن احنا نكون متهوية بحسب تأثير حركة الكواكب طبعا تعطي طاقة وعلى فكرة الحمل هاي السنة المريخ كوكب الطاقة رح يكون عنده خمس شهور بالنصف الثاني من العام فتوقعوا كتير من الحمل يكون عنده كتير تغييرات وانقلابات مفاجئة ان شاء الله ثور ثور الشخص الهادئ الرزين الحذر جدا الصموت العصبي بس بقى العصبي بأوقات متفاوتة كتير يعني ممكن لحظة عصبي مثل الحمل هو يلي بيحب كل ما هو ثابت وملموس لا يؤمن بالنظريات موليد الثور كل ما بيأمنوا بيأمنوا بما هو ملموس دائما من كتير بيميلوا للتغيير رغم انه هاي السنة تحتم عليهم انه يواكبوا بسرعة وبمرونة ورضى ليقدروا يستفيدوا من الفرس نعم كمان ايضا البرج البرج الاسد خلينا نقول لسنة كيف في البرج الاسد نطيتي على الاسد تجاوزنا الجوزاء الجوزاء امي الجوزاء هلا تجاوزتا الجوزاء الجوزاء الاشخاص الحيويين الخفيفين الظل كتير متقلبين مزاج هم من عنصر الهواء يعني بتعرفي الابراج له عناصر هواء وماء وتراب وماء فالجوزاء الهوائي هو الشخص الخفيف في الظل الهواء ما بيمسك على فكرة يعني فمشان هيك منشوفه متبدل متغير متأقلم متكيف كتير ورغم هيك وكتير زكي ويوجد اقتناص الفرص ويوجد صناعة الاصدقاء حلو هلا نيرمين عم تسمعنا انو ماهر على فكرة نيرمين هالجوزاء نيرمين اسمعين ترني تماما نيرمين هو على فكرة المجال الاعلامي هو افضل مجالات لموليد الجوزاء اذا حبين انو يشتغلوا فيه طبعا الباقي السنة كتير جيدة لموليد الجوزاء بالنص التاني من العام وفي عندهم تغييرات بالعمل نحن البرج البعضه مشا ما خربت السرطان هلا موليد السرطان ينتمو للعنصر المائي موليد السرطان الاشخاص الحساسين يلي كتير بيحاجة انه يكون وضعهم محمي بالحياة يعني السرطان بيه مناخ غير امن ما بيعرف يعطيه ما بيعرف يتقدم ملاقيه يتعثر بيرجع على وراء دائما بيحب كتير امانه النفس العاطفي المالي قراراته تعتمد على حدسه كتير وعنده حدس كتير قوي هذا المولود انما عنده ايقاع شوي بطيء باموره اجمالا هلا اي السنة بالنسبة لموليد السرطان سنة تغييرية بشكل كامل في عنده جانب من جوانب الحياة رح يتغير كليا سيجد حاله بوضع مختلف تماما وخاصة بالنص الثاني من العام نعم سنة بده حكمة بده حكمة سنة هلو البرج البعض الاسد انتي كنتي مستعجلة موليد الاسد باشخاص البشوشين كتير الناجحين وعلى فكرة موليد الاسد اللي بيصنعوا نفسهم هنه ندون كل الموليد اللي ما بيعتمدوا على حدا بيصنع نفسه بنفسه مولود الاسد طبعا عنده هاي الاحساس بالانا كتير عالي بيكون وبنفس الوقت هو شخص كتير وقور وكتير محترم ومحبوب وبيقدر يكون بمركز قيادي بسهولة لأنه قادر على التركيز على أكتر من أمر بآن معا وبنفس القوة بنفس الدقة موليد الاسد أيضا عندهم تغييرات بالعمل كتير مهمة وعندهم تغييرات صحية للأفضل ربيل بائم السنة يعني أي من حدا من الموليد الاسد حابب بدأ يعالج أمر ما أو صحة أو هيك فكتير السنة مناسبة لألون نعم تماما العزراء 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 هنه الموليد الحقيقة المحظوظين هاي السنة مع أنه هلا أول حدا من العزراء اللي عم شوفنا هيصدق آه أوكي يعني لأنه مرت عليهم أول ثلاثة شهور وكانت كتير كتير تقيل عليهم طبعا هلا الأمور كتير تختلف الأشخاص الدقيقين جدا الحريصين يلي عندهم صبر فائق موليد العزراء وعندهم حكمة وعندهم اهتمام بالتفاصيل كتير صح لأنا أخشى عليهم شوي أنهم يضيعوا الهدف الكبير وقت بيغرقوا بتفاصيل أي أمل مفروض يشوف الأمور بشمولية أكتر منه طبعا هنه أشخاص بيركزوه هنه أشخاص مرتبين جدا يعني وعقلانيين وما بيعرفوا يعبروا عن عواطفهم صح هاي شغلة يعني هاي ملاحظة فموليد العزراء اللي متبقي بالسنة كتير جيد بالنسبة لألونك صغيرات كتير مهمة وممكن تكون عصاعدهم الشخصي أو العائلي مهمة شدا ابن أنت ماذا؟ ميزان ميزان أنت عبتنتظري الميزان هلأ بلشت أمره تحصى مولود ميزان على فكرة ميزان مو هلأ ما لهم ميزان صلوا سامتين تعبا يعني مو بهاي السنة تحديدا يعني بالعكس هاي السنة ممكن يكون عنده وضع الشخصي العاطفي فيه أول وضع العقاري فيه تغييرات فيه تغييرات بالوضع فيه تحصان بالأمور المادية بس هي مو سنة للمال بالنسبة لمواليد الميزان الأشخاص الديبلوماسيين الأشخاص اللطفة كتير يلي بيعرفوا يتعاملوا مع الناس بيحترموا الآخرين كتير يعني وبيحترموا الرأي الآخر العقرب من مواليد برجك بيان علي أنه عقرب هذا ما متعارف عليه بيان علي أنه برج العقرب كتير على الفكرة ممكن يكون طالعك يختلف مو إن الطالع هو ما يبدو للآخرين يعني أكتر من البرج الأساسي العقرب هو البرج الأكثر غموضا بين كل الأبراج ويلي عنده فلاكفيس يعني يلي ما بيظهر عليه أي رياكشن بأي تعبير أو بأي موقف يعني بيكون جواته بركان وهو هادئ حلو هو هادئ جدا والعكس تكون لأمور كتير هادئ بيكون هو عنده ثورة انفعالية يعني فهو إيقاعه الانفعالي خاص فيه كتير مولود العقرب طبعا حساسيته كتير مفرطة شخص منتج بكل ما تعني الكلمة من معنى طبعا اللي باقي من السنة جيد لموليد العقرب إذا يكون في عندهن ممكن سفر هلا بعد كورونا أكيد ما حيبقى هيك الوضع بس هاي سنة الأسفار بالنسبة لموليد العقرب اللي راغبين بالسفر وحتى ممكن يكون ارتباط على سفر أيضا هاي الميزة يعني طبعا اللي باقي من العام برج القوس شخص المرح هو الأكثر تفاؤلا بين كل الأبراج القوس يعني طبعا لأنه بيحكمه كوكب المشتري كوكب الحظ فدائما هو شخص محظوظ أنا بعتبره حتى لو مالت فيه الأيام بس دائما بيلاقي إنقاذ وبيلاقي دائما حلول لمشاكله أو دعم شخص كتير مريح بيحب المغامرة كتير بيحبها صريح مباشر أحيانا بيكون لازع شوي بصراحته قوية يعني بدو ينسبه شوي طبعا على المستوى المالي هاي السنة جيدة تعتبروا خاصة بالنص التاني منه وعلى فكرة كتير من مواليد القوس الغير مستقررين بعملهم في عندهم تغيير كتير مهم النص التاني من السنة نعم تغيير مهني يعني كأنه أغلب الأبراج النص التاني بيكون أحسن عم يكون أحسن لا هو بالضرورة هلأ نص التاني مثلا يعني هيك بشكل عام حسان أنه مثلا صح تبهوا النص التاني من مواليد الحمل دون تبهوا مواليد الميزان مواليد الجدي والسرطان الصحة اللي أمور الصحية هلأ مضرورة تكون كتير شخصية ممكن تكون بالعموم بالعموم إنشغالاتهم بتكون صحية الجدي من المواليد أيضا اللي عندهم حظوظ وإن كان ريتما بطيء شوي مثلهم يعني مثل مواليد الجدي اللي ورغم هيك هيسن القرارات بالنسبة لمواليد الجدي كل مواليد الجدي عندهم قرارات كبيرة هالسنة ورح ياخدوها بنص التاني من العام قد تكون كتير حاسمة بوضعهم المهني أو حتى الشخصي نعم مولود الجدي طبعا الشخص الهادئ جدا الثابت الشخص يلي عنده عنده صبر وعنده احتمال كتير كبير وعنده طبعا وعنده طموح طموحه يمكن هو الصفة الأكثر وضوحة لشخصية مواليد الجدي هي الطموح برجة الدلو الدلو من المواليد الجيدة هاي السنة يمكن أنا بشوف أنه مواليد الدلو طبعا مروا بيهلأ شهرين ثلاثة كانوا فيهم ضغط كتير كبير عليهون وهن الأشخاص اللي عندهم عجلة دائما بيحبوا أمورهم فورا يعملوها ما كانت حقق لهم بالنص الثاني من النص الأول من السنة هاي العجلة نص الثاني من السنة كتير أفضل بالنسبة لهم لتغيير ممكن يكون بالعمل وامورهم شخصية يعني امورهم شخصية او العائلية في عندهم تغيير وبيدي ذكر أنه مواليد الدلو تغييراتهم العائلية كمان قد تطال أمورهم العائلية على مدى سنوات قادمة نعم يعني إما بتغيير عقار إما بتغيير شخصي إما بارتباط إما بانفصال كل شيء وارد مواليد الدلو أن الأشخاص سابق يعني أنا أقول أن هؤلاء السابقين عصرهم سابقين عصرهم هنا يفكروا دائما لقدام ما بيفكروا بالماضي أفدا ما بيفكروا بالحاضر بيفكروا ببكرة وهذا الشيء طبعا رح يلاقوا شيء حلو العام القادم لأنه هتكون سنت حلو إن شاء الله للكد إن شاء الله الحوت الحوت خاتم الأبراج خاتم الأبراج الحوت الألطف الأكثر حساسية بين كل الأبراج والأكثر هروبا من المواجهات يعني الحوت ما بيحب كثير يواجه بمر الحياة يواجه حالم حالم يعني خيالي الحوت طبعا اللي باقي نساني كثير حلو وأنا بشوف السفر عنوان لموليد الحوت بهذا العام عنوان وعنوان كثير مهم وممكن أيضا يكون عندهم عمل مع جهة كبيرة يعني قد تكون مؤسسة أو قد تكون جهة حكومية قد تكون شركة كبيرة أو عمل بهدف السفر يعني أنا بشوفه كثير وارد بالنصة الثانية من العام هلأ بالنسبة له السنة الموليدي اللي أكثر شيء عاطفيا يمكن هلأ اللي يسمعونها الصبايا والشباب بيحبوا يصنعوا أكثر الأمور العاطفية يعني طبعا هاي سنة كتير مميزة عاطفيا لموليد الجوزاء وموليد الميزان وموليد الدلو هدول الثلاثة ممكن يكون عندهم هو المال أهم الشيء مدام بس هي مو سنة مال حقيقة بالعكس هي سنة قشوف آه كما تماما والله الوضع كله وعلى فكرة مو هاي السنة بس الحقيقة يعني لسه في عنا مدى سنوات قادمة تقريبا لالفين وخمسة وعشرين الأمور المالية كتير أنظمتها تختلف نعم تختلف الكتاب مدام أي حدا مهتم بالأبراج أكيد موجود بالأسواق موجود بالأسواق تمام بس خلينا نحكي قبل ما يضهمنا الوقت عن نقطة كتير مهمة دائما من قوله أو منسمع أنه أي حدا بده يرتبط بحده أو أي حدا بده يروح مكان جديد أو أي شيء أنت بتتوافق مع الصبي أو أنت ما بتتوافق معه ومنشوف عرض الواقع ممكن يكونوا من نفس الأبراج ولكن كتير منح مع بعض من نفس الأبراج مما أنهم نمنح مع بعض في قاعدة بالعمل بتقول في اختلاف وفي توافق مو ضروري برجين يكونوا متوافقين على فكرة يعني مو بتداعي أبدا بس في أبراج بتكون كتير منسجمة بيكون لغتهم مشتركة حلو يعني مثلا إذا أخذنا مثال ميزان وميزان من أحلى العلاقات حمل وحمل لا أصلا هي في أبراج سلبية وأبراج إيجابية الأبراج الإيجابية هي الأمية للعيدائية الأمية للطاقة الأوية الأمية للعصبية فهدول وقت بيجتمعوا مع بعض حقيقة ممكن يكونوا كتير منتجين بس واجتماعهم كارسي بالخلافات بيكون يعني ما بيكون مريح أبدا الأبراج السلبية هي الأبراج المسالمة اللي ممكن أنه تحتفظ بهدوء ساعة الغضب وأنه تمشي الأمور أو يكون عنده مضج أكبر أو تحليل الموقف بحكمة أكثر كنا نحكي أنه ليا وحضرتك عن الحجار أيضا كمان طبعك تقرير تمام بعد ما طبعنا التقرير ليا في منهم بيأخذوا عقل وفي منهم هلأ غالية هي نبهتني أنه لازم حط فيروز كتير بيهتموا بهذا الشي وفي منهم عن جد منلاقي أنه بيجيب لنا الحظ أو مثلا ممكن يكون طاقة إيجابية خليني نحكي على الأحجار واقتناء الأحجار الكريمة تمام هلأ أول شي بس بدي ملاحظة كتير صغيرة أنه الحجر الكريم مو الصناعي أبدا تماما بدي يكون الحجر الحي الخام هو اللي بيحتفظ بي موكل بيميز غير أي تمام يعني هاي كتير مهمة يعني مو أنه أنا مثلا بروح بجيب حجر فيروز صناعي مطبوخ طبخ وبقول هذا بده يعمل لها هو ما دخله باللون هو دخله بالحجر البيور دخله بالحجر البيور وباللون أيضا يعني هلأ مثلا موليد الحمل الأحجار الحمراء كلها المرجان الياقوت كل حجر أحمر بيكون كتير ملائم لموليد الحمل لو حبه موليد الثورة والميزان طبعا هذا يتبع الكوكب الحاكم لكل الأبراج نعم يعني هلأ المريخ هو حاكم الحمل كوكب المريخ كوكب النار وكوكب الحروب وكوكب فالحمل والعقرب بي لأمن الأحجار الحمراء يلي برايحة كمان للثوداء يعني بتوصل للون الأسود بوردو البوردو الثور والميزان كوكب الزهرة بي لأمن كل الأحجار الزرقاء الفيروز تحديدا يعني الفيروز يليمعي للخضار هلأ لدينا فيروز أزرق وفي لدينا فيروز بتشوفي صح على قدرها لأخضر هاي كتير بتلائم طبيعتها مثلا الجوزاء مثلا الأحجار المائي للكهرمان للأصفر للون الأصفر لون عطارد العزراء والجوزاء لون عطارد هو اللي بيلاقمون أكتر شي الكهرمان مثلا بيلاقيه هذا حجر حي ممكن لقود الأصفر أيضا يكون كتير مناسب العقيق فيه شوية صفار ممكن العقيق الفاتح البني المشقر يعني بيكون كمع مناسبة أيضا موليد السرطان اللؤلؤ تحديدا هن دون الكل لأكادري في السؤالة وقديم موليد السرطان عندهم هذا القدم حتى عندهم الزكريات حاضرون بتكون يعني بطبيعتهم هن الناس بيعيشوا كتير بذكرياتهم وبيحترموها بذات الوقت فاللؤلؤ هو كتير مناسب لطبيعتهم طبعا موليد الأسد شو أثمن وألمع حجر ممكن يكون ألمس موليد الأسد حرام تقيل بتناسبهم كتير يعني حتى معضنهم الذهب موليد الأسد يعني تماما العزراء الأحجار الترابية يعني العقيق العقيق الترابي الغامئ أيضا الجدي ممكن يكون الآن العزراء دون الجوزاء نعم لأنه لون عطارد الأصفر بس العزراء ممكن كونه ترابي يأخذ اللون الغامئ من العقيق نعم وصلنا على بقى الحوت لا شو بقى الميزان الميزان حكينا حكينا عنه دلوا الثور دلوا دلوا الأحجار المائلة للون البنفسجي والليلكي وأيضا الحوت كل الأحجار اللي الغامئة يعني اللي على كحلي الزمرد ممكن يكون يعني الزمرد إلنا العقرب طبعا وخلصنا خلصنا خلصنا طيب مدام خلينا نحكي كمان بنقطة بالخطام يمكن كتير من الناس بيحطوا ذهب بيقولوا الذهب تقيل عليه بيحطوا فضة بيحطوا كذا يعني أكتر شيء متعارف عليه هو الذهب والفضة بين الصبايا وبين الناس خلينا نحكي اللون تأثيرات أو لا يقال 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 هلأ اللي بيقدر يحط المعدن يلي هو بناسب شخصيته لش لا يعني ما في أي مشكلة هلأ بس في تركيز شوي إنه في معادن بس طبعا ما فيك أنت تتقلزيها يعني مثلا الميزان مثلا النحاس شو بدك تحطي نحاس مثلا كزينة أوك بس مثلا موليد الأسد لنا الدهب موليد الحامل الدهب مثلا يعني في تأثير سلبي للدهب تحديدا الفضة أوك السرطان بيحب الفضة والفضة العتيقة يعني الأديمة مو المطلية مو يعني مو اللي لمعة تماما وباقي المعادن ما بيقدروا يستخدموها يعني ورغم أنه هي إلى تأثير الطاقية بسي ممكن ما بيقدر الست تستخدموها بطريقة مثلا ممكن ببيتها تحط مثلا شي هيك إنه ديكور للبيت وارد هذا الشي يعني ليا اليوم بدأنا صباحنا بكمية كتير كبيرة من الطاقة والأبراج التي نحن نحبها وينما كانت نحن ندور علي غاليا بدنا كتير نتشكر وجودك معنا اللطيف إن شاء الله يا رب كل مشاهدين كونوا قدروا يستمعوا على أبراج برج برج ويكونوا أخذوا منك طاقة كل عام وانت بخير وشكرا للاستضافة وإن شاء الله سوريا تبقى بيئة بخير إن شاء الله يا رب وشكرا لحضرتك وعالطاقة الحلوية التي دائما بتأدميها لكل الناس التي اليوم نحن بحاجة خاصة للطاقة الإيجابية إن شاء الله الخير والبركة والصحة سكران كتير إليك أهلا وسهلا فيك مادام غاليا